السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم في هذه اللحظات المباركة في برنامج تغلدات إيمانية ونشكركم على تفاعلكم معنا في المواقع الاجتماعية على الفيسبوك اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن خلق عظيم من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك موضوعنا اليوم هو الصبر في المعاملة الصبر الصبر كلمة نسمعها منذ الصغر الصبر نتعلمه في مدارسنا الصبر كلمة تقولها لك أمك في البيت يقولها لك الوالد أصبر أصبر يا ابني أصبر يا أخي نتكلم عن الصبر نصبر عن المعاصي نصبر عن طاعة الله نصبر على أقدار الله ولكن اليوم أحببت أن أكلمكم في هذه اللحظات عن الصبر في بعضنا البعض أن نصبر على أخلاق بعضنا البعض النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه البشرية كان خلقه مثل ما قالت عائشة القرآن كيف كان يأتي الأعربي ثم يمسكه بشدة كيف كان يأتي الأعربي ويبول في وسط المسجد كيف قال ذلك الذي كان يشرب الخمر قال أتركوه فإنه يحب الله ورسوله كيف قال ذلك الأعربي الذي دخل إلى المسجد وصار يتبول في وسط المسجد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتركوه انظروا إلى صبر المعاملة إلى لين المعاملة ماذا قال ذلك الأعربي ماذا قال اللهم ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم عنا أحدا لابد علينا أن نصبر في العلاقة التي تكون بيننا وبين الآخرين لابد وإن كان شيء بيني وبين أخي أن نصبر عليه لأن ظروف الحياة وضغط الدنيا تأتي دائما بهذه الضغطات فلابد أن نصبر على بعضنا البعض لابد أن تكون حجة لك لأخوه قال اليوم غضبان اليوم عنده مشاكل المسكين كذا ما نحكموش عن ناس من أول مشكل نحكم عليه لابد أن نصبر على بعضنا بعض وفي الأخير خير ما نختم به كلام رب العالمين سوف يتلوه علينا الأخ محمد أمين واضح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار صدق الله العظيم